مثال فولو اول حلقات تذكرة سينما مع اول حلقة معنا كنا لازم نبتدي بحاجة جامدة اول وهو فيلم اللي فيه اللي ازرق الجزء التاني زي ناس كتير كنت خايف ان الجزء التاني يطلع اقل من الجزء الاول خصوصا الجزء الاول لما نزل كان مكسر الدنيا وكان حاجة مختلفة خالص غير اي فيلم تاني نزل بس اتفاجأت بمستوى الجزء التاني جدا والمفاجأة كانت اجابية وان الجزء التاني اجمالا احسن من الجزء الاول كمان لكذا سبب اول حاجة هي القصة والحب كذات نفسها قصة مختلفة خالص غير الجزء الاول فيه حاجات تكملة للجزء الاول لكن الجزء التاني فيه حدث اكتر وفيه تمثيل اكتر الحاجة التانية هو الممثلين ان عدد الممثلين في الجزء التاني اكتر بالنسبة لممثلين اساسيين زي نيلي كريم كريم عبدالعزيز هند صابري اياد نصار وكلهم كانوا جامدين جدا في الفيلم قبل اي حاجة ان احنا نقارن هند صابري بدور خلد الصوي لانهم متشابهين سنة ده ظلم ليها ودي لانهم الاتنين من مدالس مختلفة هند صابري ممثلة مجتهدة جدا وبتختار ادوارها صح وده تقريبا احسن دور في تاريخها اما خلد الصوي فهو ممثل متقمس زي مثلا احمد زاكي ممكن يبقى جواه الشخصية وما يطلعش منها لشهور مبدأة واحدة بنتكلم على الفيلم مش هنحرق اي احداث خالص بس ممكن نقول نقط صغيرة زي مثلا ان في بداية الفيلم بداية قريبة شوية من بداية الجزء الاول لكن بعد كده بياخدك في مشاهد وفي مواقف انا على نفسي ما تخيلتهاش ممكن اكون تخيلت مثلا 30% منها لكن بشكل عام في حاجات عمرها ما جات على بالي زي مثلا ان في جملة في اول الفيلم المفروض ان دي هتوصلنا لحاجات كتير اوي في اخر الفيلم انت بتشوف حاجة تانية خالص وبشكل احترافي ومقنع جدا وده يرجع للكتابة الممتازة من المؤلف احمد مراد احمد مراد كان في تحدي كبير جدا مع نفسه خصوصا ان ده اول فيلم يكتبه جزء تاني والجزء الاول اصلا كان رواية فالجزء التاني هو سكريب هو سيناريو لفيلم مش رواية فده كان صعب جدا خصوصا ان انت تجيب فكرة جديدة مش مجرد تكملة على الجزء الاول وده عمله بشكل مبدئ وانا فعلا نقدر اقول ان الجزء التاني احسن من الجزء الاول بكتير وفي حاجات كتير اوي الفيلم ده موي شوية في حاجات ممكن مثلا نقول عليها ان هي سلبية شوية وهي ان العلم الافتراضي بتاع كريمة عبدالعزيز لما بياخد الحباية بتاعة الفيل الازرق الاحداث دي في الاول كانت حلوة وكانت تشد في النص التاني من الفيلم كانت طويلة شوية ولو كانت اتأثرت ما كانتش هتأثر على سياق الدرامي لكن غير كده مفيش اي عيوب في الفيلم ما انا شايف وبالنسبة لمشاهد الرعب فيه كم كده مشهد ممكن تقوم من على الكورسي عادي المميزات في الفيلم كتير منها مثلا المؤسرات البصرية وان احنا ننظر نقول دلوقتي ان عندنا فيلم ممكن يبقى فيه كده ريحة من افلام هوليوود وبين الخمس سنين الفرق بين الجزء الاول والتاني من حسل الجرافيك والمؤسرات لكن ككادرات الكادرات كلها متشابهة من الجزء الاول وده في صالح الفيلم على فكرة مش حاجة وحشة وده بيرجعنا للجزء الاول انه فيه مشاهد متشابهة جدا بين الجزء الاول والتاني فللي شاف الجزء الاول وحبه قوي الجزء التاني بالنسبة له هيكون خرافة واللي ما كانش عاجبه قوي الجزء الاول الجزء التاني بالنسبة له هيبقى نقلة تانية خالص لانه فيه حاجات كتير اوضح بس لازم تركز من اول دي لانه فيه احداث كتير اوي وتفاصيل صغيرة لو عدت عليك مش هتفهم النهاية صح ومن الحاجات اللي عجبتني جدا في الفيلم انه فيه مفاجأة انا كان نفسي فيها من اول ما قاله هيعمله جزء تاني والمفاجأة دي مش هادر اقولها عشان ما تتحرقش بس مفاجأة هتبسط كل الناس اللي حبت الجزء الاول بصفة خاصة اما النهاية في عمرك ما هتتوقعها تماما يعني نهاية الجزء الاول اه ممكن فيها تويست وفيها اكتر من حاجة كده ودنا وجابنا لكن الجزء التاني بجد النهاية مختلفة تماما وممكن يدي كده احاق ان ممكن يكون فيه جزء ثالث وعلى فكرة القماشة تدي زي ما بيقوله بس ده هتوقف على نجاح الجزء التاني واظن نوع يكسر الدنيا انا هنا ما بقولش تقييم الفيلم انا هنا بدي نسبة تدخلوه في السينما كم فيلمية انا بالنسبالي انصحكو بي 90% دي جات اول حلقة يارب بتكون عجبتكو ونشوفكو في تذكارة سينما جديدة